شوف يا سيدي ما تحسسنيش انك يعني زعلان على التفجير اللي صار في القبة من سنتين وثلاث سنين فاتا ومنك زعلان علي صار في درنا يعني قصدي هذا معناها يعني معناها انت غير صحيح يعني انت معناها كذاب ما تحاربش في الارهاب من الاخير بك ليش كذاب لان كلمة ارهاب يا صاحبي تعريفها هي انك ترهب الناس اللي ما في يدها شي اللي زي النساء زي الاطفال زي الشيابين الكبار هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة ارهاب لك ما تترجم ليش كلمة ارهاب على مزاجك انت ووقت ما تبي تحطها تحطها تقولي لا الدواعش ارهاب معناها اوكي كلمة ارهاب مربوطة بالدواعش لا كلمة ارهاب تصنف على اي واحد يذير فعل مشين مع المدنيين ومع الناس اللي ما في يدها شي هذا هو تعريف الطبيعي لكلمة ارهاب ما تعرفش لي انت بمزاجك يعني زي شوفوا سبحان الله يعني شوفوا زي ما ربي غلض قلوبكم لدرجة انه عماعيونكم لدرجة انكم قعدتوا تبتطلعوا اي عذر ان اللي في دارنا ما فيش موتة وانه كذب اللي صار في دارنا وانه ما فيش عيال ماتوا انه ما فيش نساء ماتن وتبتطلعوا عرب دارنا انهم كذبين وانها راية هذه تمثيلية صارت من داخل دارنا يعني درجة انكم شككتوا في توابيت موتة طلعات قلتوا واحد منهم اطلع يده والله العظيم واضحة وبينه انه ما يد اللي طالعه اللي طالعه هو اغطاع الكثان من بره تحركت الريح نزل الراجل بس انتم من كذب ما ربي غلض قلوبكم قعدتوا تشوفوا في اي حاجة انها راهي في صدحكم فلذلك هتحشموا على وجوكم والله يعيب انا والله العظيم كان نحصل ناس تدعمني نجيب معامل تحاليل دين اين حطهم في ليبيا عشان نفرزوا الليبي من الصيني لانه بنديروا تحاليل نشوفوا هل يعني هل انت هل اراضي به اللي سير في دارنا وفي نفس الوقت بتحسسني انك ليبي يابن عن جد والله يمنك ليبي والله يقسم بالله الليبي يابن عن جد ما يرضى اللي سير في دارنا واللوم والعتب بخرة يا جمعة الخير على قبيلة العبيدات عيب عليكم يا الميليشيات يا اللي محاصرين دارنا مش هضا جزاها دارنا معاكم يا عرب مرتوبة يا عرب عين مارة عيب عليكم العبيدات الى الطيران اللي يخصف فيهم ضناكم في دارنا رهم اللي يموتوا ضناكم خمسة عيال منك ممسماتهم تحشموا على وجوكم يا ناس والله اللي سير في دارنا يا سيدي فتنة حتى من الوطنية وفتنة اللي تشوفوا فيها انتو دفانج يحطوها على جانب حتى من جانب الانساني يا عايب اللي سير في دارنا يعني خلاص قعدها تشماعة دارنا يعني اللي ينقص عليها فلوس يمشي يضرب طيارتين في دارنا يقولهم نان حرف الارهاب وعطوني فلوس على حق الساروخي اللي ضربتهم يعني خلاص دارنا قعدها توعرة للدرجة هذه ما يقدرش ينزل عليها جيش حفتر ولا يقدر ينزل عليها جيش سيسي يعني خلاص يا جمعت الخير العملية وضحت عملية قاعدها تفقش تحشبوا على وجوكهم شنو ذنبهم لأيان وشنو ذنب النساء ان شاء الله رب يهدي انفوس فتشاو عليك